سيدنا عيسى عليه السلام لم يكن صاحب ديانة وحيدة أو مستقلة يعني الكلام ده يعني سيدنا عيسى كان جاي مكمل لشريعة سيدنا موسى عليه السلام طيب وعلشان كده ربنا أيده بالمعجزات في يوم من الأيام سيدنا عيسى ظل يطوفوا بالناس يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وكان مع سيدنا عيسى الحواريين الحواريين دول اللي هم أمنوا بسيدنا عيسى مبكرا وكانوا بيشدوا من أزري وكانوا بيعنوا على اللي بيشوفوا من القوم من معارضة وصدود زي ما كان المهاجرين كده مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الأنصار صليت على سيد النبيين صلى الله عليه وسلم المهم وبعدين سيدنا عيسى في يوم من الأيام اقترح على الحواريين اللي معاه إن هم يصوموا لله تلاتين يوم وبعدين يسألوا ربنا سبحانه وتعالى اللي هم عايزينه فإن أجرهم سيقعوا على الله سبحانه وتعالى الحواريين ما كدبوش خبر وفعلا استجابوا لسيدنا عيسى وصاموا تلاتين يوم وبعد ما صاموا للتلاتين يوم وبعد ما خلصوا التلاتين يوم وهم ماشيين كانوا وصلوا إلى صحراء جرداء لا زرعة فيها ولا ماء تخيل بقى حضرتك إن انت خلصت الصيام وبعدين بتقول هات الفطار قالوا لك ما فيش فطار خالص يا الله تعمل إيه انت تقوم البيت وما تعدوش والجوع كان شديد عليهم والعطش شديد عليهم قوي وقالوا له يا نبي الله لقد صمنا ثلاثين يوما ووقع أجرنا على الله فهل لنا أن نطلب من الله ما نريد فالهم اطلبوا بس خليكم أذقيا وانتوا بتطلبوا لكن الحقيقة أنهم طلبوا زي ما حكى القرآن اسمع كده القرآن بيقول إيه إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين خد بالك لما بيقولوا علي يستطيع ربك مش بيشق في قدرة الله وإنما ده من باب العشم الزائد مع الله زي ما سيدنا إبراهيم قال رب قارني كيف تحي الموت من باب الدلال مع الله سبحانه وتعالى وده مطلوب في أوقات لكن يا ترى ماذا حدث سيدنا عيسى حصل له زهول إيه للناس دي طلبان أنا بقول لك اطلب من ربنا راح تطلب لي من ربنا شوية أكل بالله عليك أنت عائلة وإنت كمان يلا قاعد قدامي لما تيجي تطلب من ربنا وفي ساعة إجابة زي الأيام دي وإنت على دعاء الإفطار وهتدعي ربنا وليك دعوة لتراند تخليك زكي هات حاجة كبيرة إنك تسأل عظيم اسأل ربنا حاجة تليق بمن تسأل يا راجل ولله المثل الأعلى انت واقف قدام وزير الداخلية تقولوا إنه بهات لي كارت علشان أمين الشرطة مدينة في منطقتنا انت عائد فسيدنا عيسى زهل قال يا قوم اعملوا لله ولا تعملوا لبطونكم وانظروا إلى هذه الطير تغدو وتروح لا تحرص ولا تحصد ومع هذا فإن الله يرزقها انظروا إلى هذه الأمة من الوعيوش فإنها تروح وتغدو ولا تحرص ولا تحصد ومع ذلك فإن الله يرزقها يا قوم اتقوا فضول الدنيا اللي بتسألوا ربنا فيه ده حاجة ملهاش لازمة زي ما بيقولوا أهلنا كده اللي يعد الزور يبقى نتان أو اللي يعد اللسان يبقى نتان اللي بترمي في البطن ملوش لازمة البطن مبتشكرش لكن علماء السوق إحنا عايزين ناكل قلولوا إحنا مش عايزين إلا دي فسيدنا عيسى أم متكلم لعلماء بني إسرائيل وقال لهم يا علماء السوق جعلتم الدنيا فوق رؤوسكم والآخرة تحت أقدامكم اتقوا الله بصوا كده في حياتكم ما فيش إحنا عايزين دي خلاص سيدنا عيسى لابد أن ينصى على أمرهم لأنه وعدهم فسيدنا عيسى قام وفزع إلى المصلى وجعل يصلي ويبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى ويتضرع أن يجيب بني إسرائيل في طلبهم وركز ركز يا مسكين نبي الله عيسى ده مين خلي بالك ده روح الله لما جه يطلب حاجة من ربنا رحل فين جدع رحل الصلاة هو كان في صلاة يا شيخ قبل النبي آي حبيبي كل نبي عنده صلاة لكن إيه صفتها هو ده الاختلاف ولذلك ما تعجبش لما تيجي تسمع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إن هو كان قبل البعثة يتعبد الليالي ذوات العدد في غر حراء يصلي هو كان في صلاة ها كان بيصلي على صلاة أبيه وجده إبراهيم عليه السلام ركز في الكلام ده كويس المهم سيدنا عيسى فدل يصلي ويدعى ربنا سبحانه وتعالى ويلح الربنا سبحانه وتعالى وهقول لك دعاء سيدنا عيسى اللي قاله سيدنا عيسى لما سجد لله قال إيه اللهم يا مالك الملك ويا مدبر السماوات والأرض ويا من تولى شؤون خلقه ويسر أمور عباده أنزل علينا مائدة من السماء تقول لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين سيدنا عيسى عليه السلام ما خلص الصلاة حتى نزلت المائدة وقبلها كانت البشارة لما سيدنا عيسى جات له البشارة هو في الصلاة البشارة اللي ربنا ذكرها في القرآن فكرها قال الله إني منزلها عليكم فَمَنْ يَكْفُرْ بَادُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ نزلت المائدة على مرأة ومسمع من الجميع وجعلت المائدة تدن قليلا 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 من الأرض سيدنا عيسى لما شاف المائدة نزلت فكلما تدن من الأرض يرفع يديه إلى الله باكية ويسأل الله أن يجعلها رحمة لا نقمة وأن يجعلها مائدة بركة وسلامة لا مائدة سلب وشقاوة ظلت تدن حتى استقرت بين يدي سيدنا عيسى عليه السلام وبين أيدي الحواريين فسيدنا عيسى قال لهم إيه يلا يا جماع قلوا بسم الله خير الرازقين قلوا يلا أهم عليها ما شاء الله سبعة من الحيتان كما قال بعض العلماء وسبعة أرغفة وخل ورمان وثمار والطعام كاللي ريحة جميلة جدا يشتهيها القاصي والداني إما ربنا نزلها إزاي؟ ربنا نزلها بكوني فكن كوني فكانت علشان كده حط أملك في الله ماذا لو كانت الليلة من ليالي رمضان هي التي يقول الله لأمانيك كوني ماذا لو كانت الليلة من ليالي رمضان أن قال الله فيها لهمومك زولي فزالت اوعى اوعى تبعدوا عن ربنا في الليالي دي لكن بانوا إسرائيل كانوا جماعة ما عندهمش أدب ولا إتيكيت سيدنا عيسى قال لهم اتفضلوا بسم الله خير الرازقين قالوا لا لا احنا إيش ضمننا؟ مش هنأكل لما تأكل أنت إحنا إيش ضمننا مجالس حططلنا فيها حاجة يا جماعة ولا أني سألت ربنا مش أنتوا اللي عايزينها؟ يا جماعة أكلوا لا يا جماعة أنتوا اللي ابتديتوا بالسؤال لا أبوا أن يأكلوا المهم سيدنا عيسى هيعمل إيه؟ خلاص الحواريين رفضين فجاب الجماعة اللي زالت بقى اللي عنده السكر واللي عنده الكنصر واللي عنده الكبد الجماعة الفقراء والمحاويج واللي عنده عاها واللي عند أي حد عنده مرض وقال لهم تعالوا فجعل الله هذه المائدة شفاءا من كل دائل لكل من أكل منها الله أكبر يا الله ربنا ما جعلش حد يكل منها إلا مصالح حاله وشفاء الفقير اغتنى والمريض خاف وصاحب البلاء يكشف بلاءه لدرجة أن الحواريين بقوا ندمنين إزاي ما كلوش وسبحان الله مع إن المعاكزة نزلت قدامهم ومع إن ربنا قال لهم إني منزلها عليكم ومع إن ربنا حطاها بالإيديهم لكن ما أمنوش كفروا واستكبروا وعتوا عن أمر الله سبحانه وتعالى عارفين كان جزاءهم إيه؟ اسمع من فم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عمار بن يأسر وهو يقول نزلت المائدة من السماء خبز ولحم وَأَمَرَهُمُ اللَّهُ أَلَّا يَخُونُوا يبقى ما فيش خيانة وَلَا يَتَّخِرُوا محدش يخب حاجة وَلَا يَرْفَعُوا لِغَدْ ربما تكون المائدة دي سلسلة من العطاءات ما تشيلوش لبكرة اللي رزقكم النهاردة يرزقكم بكرة اسمع فخانوا وَتَّخَرُوا يا الله فربنا عقبهم إيه؟ اسمع النبي بيقول إيه؟ فخانوا وَتَّخَرُوا فَمُسِخُوا كِرَادَةً وَخَنَازِيرٌ طب يا شيخ انت لما بتعلمنا الدرس دا وبتقول لنا القصة الجميلة دي نتعلم منها إيه؟ تتعلم ان انت ملكش أنا وانت وانت ملناش باب اللي باب ربنا ملناش ملجأ اللي ربنا سبحانه وتعالى سيدنا عيسى عليه السلام بجلالة قدره وقف لربنا وبكر ربنا اوقع تفتكر ان بكاءك لله ضعف لا والله البكاء بين يدي الله يعز والتزل لله عز ولما تمر مغوشك لربنا بالشكاية كده عز عارف ليه؟ لأن مهما كان حد قريب منك وشتكت له هيفضحك وهيمني عليك في يوم من الأيام ده أنا اللي عملتك ده أنا كنت السند ده أنا كنت الضاق لكن ربنا أبداً مهما كانت إساءتك قل لي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يا الله مهما كانت الإساءة لكن صاحبنا مهما كان إحساني مع أول موقف حتى لو لي سبعين عزروا لك لا حض الله بنه بينه ده ملوش معروف ده عمره مواقف فضاري ده عمره مخدني تحت جناحه وإنا لله وإنا إليه راجعون فاضرع لربك واشكو له ولا تشكو لأحد من الخلق فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم ترجمة نانسي قنقر